أهلا بكم تصوير بعض الأعمال الفنية في نهار رمضان من الأشياء المرهقة للفنانين وطأم العمل بشكل عام وفي الفيديو ده هقول لكم أشهر مواقف الفنانين في الزمن الجميل مع الصيام والإفطار تعالوا ندخل في التفاصيل بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك واتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات يلا بينا ندخل في التفاصيل الفنان الراحل أنور وجدي كان من الناس شديدة الحرص على تأدية فرضية الصوم وما كانش بتخلى عنها أبدا حتى في أيام العمل المرهقة لكن قبل رحيل الفنان أنور وجدي بأعوام الأطباء شددوا عليه بعدم الصوم حرصا على حياته لكن الفنان أنور وجدي كان بيغجل من أعلان إفطاره أمام طاقم العمل كان دايما بيدعي الصوم كان الكل كان بيعرف السر ده رغم أنهم كانوا بيدعوا أنهما كمان مصدقين أنه صايم وفي مرة أنور وجدي كان بيصور وشعر أنه عطشان ناد على واحد من المساعدين وقال له في ادنه بكلمات قليلة محدش انتبه لها وبعد لحظة المساعد قال له بصوت عالي إيه ده يا أستاذ أنور إزاي تحط المكياج وانتصايم أنت مش عارف أن المكياج بيفطر؟ الفنان أنور وجدي اتظهر بالغضب الشديد وزعق في المساعد بتاعه وقال له مش كنت تقولي يا أخي من الأول كده تفطرني غصبة عني أمر لله ومسك كوبات المية ويشربها لحد آخرها وقاعد يقول استخفى الله العظيم طبعا لو ما السن اللي معاه في الفيلم كانوا عارفين أنه هو تعبان وبيفطر وما يحبش حد يعرف عنه المعلومة دي فما حدش قال له أن هم كمان بيحطوا المكياج وهم صايمين الفنانة وده تحمدي برضو كانت من الناس اللي اتمسكوا بفردة السم تحملت المتاعب خلال تصويرها بأحد الأفلام وده كان فيلم اسمه الإيمان بعد انتهاء المخرج أحمد بدرخام من إخراج كل المشاهد الداخلية في البلد قبل حلول شهر رمضان بدأ التصوير الخارجي مع الصيام والطقم كله خرج في أحد المناطق الرفية وفي نص النهار وده كان بتستعد لأول المشاهد بتاعتها مع الفنان محمود الملي وفاجأة حضر أحد عمال البلاتو ومعاه دورة كبيرة في مياه برد ليه شرب منه المفترون وقفت وهي عطشانة عشان تقول العبارة بتاعتها لكن الكلامات مخرجتش من فمها الجاف لشعورها الشديد بالعطش المخرج حاول يقنعها بالإفطار لحد ما تخلص المشاهد الخارجية الصعب لكنها رفضت وتمسكت بمواقفة ده كان عن لسان مجالة الكواكب عدد أربعة مايو عام 1954 الفنانة ليلة فوزي ما كانتش بترفض الأعمال الفنية اللي بتتهرز عليها خلال شهر رمضان بل كانت بتهرز على الجمعة بين العبادة والعمل في وقت واحد وفي مرة تعرض عليها التصوير في إحدى الكرة اللي بتبعد عنها القاهرة حوالي 30 كيلو متر كان في وقتها فصل الصيف وخلال الطريق أصبها التعب والإنهاك ما قدرتش تصور في اليوم ده ومخرج الفيلم استقمن التأخير واقترح عليها إن هي تفتر لكنها رفضت المنتج هددها برفع الأمر للقضاء كان رضاها عليه إن ده مش خطأ منها هي بتحضر في المعادة المقررة لها لكن المكان بعيد جدا وهي شعرت بالتعب مع الصفر والصيام بعد المناقشات طويلة مع طاقم العمل اتقررت أجيل التصوير إلى ما بعد رمضان التربية الدينية اللي تربت عليها أمو كلسوم من صغرها لم تفارقها حتى بعد الشهرة من تقوز تلك النشاة إنها أعدادت الصيام منذ إن كانت في التساع من عمرها ظلت تتذكر كلمات والدها عن الصيام وعن عقاب المفترين مو كلسوم نمت معها عقيدة غريبة بتقول إن من أفطر في النهار رمضان يجب عليها أن يغادر بيته حتى لا يراه الناس مفترة وإن غادر فسيصاب في حادث مهول في عام 1960 اتطرت ظروف كوكب الشرق الصحية أنطفة لأنها كانت بتتناول بعض الأدواف المعادة محددة خلال النهار لذلك كانت بتحرص على عدم مغادرة بيتها أبدا ولكن ذات مرة اتطرت مسؤوليتها كنقيبة للموسيقيين أم تخرج وفي الطريق وقع صدام بين سيارتها وسيارة أخرى فتشأمت وعادت على الفور إلى بيته وقررت أن تؤجر العلاج لكي تصوم شهر رمضان لحد هنا خلصت حكايات الفنانين معانا في شهر رمضان لو أعجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الأشعارات أسيبكم في رعاية الله وأمنه وأحبزه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته